التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير السفير الفرنسي بالقاهرة إيريكا شوفليئي حيث بحث اللقاء سبل توطين الصناعات المختلفة في مصر منها صناعات السيارات والوحدات المتحركة بالسكك الحديدية وصناعات الطاقة المتجددة والهايدروجين الأخضر في مصر ومستجدات مشروعات النقل المشتركة الجارية تنفيذها كما تناولت المناقشات آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات التي تضمنتها مذكرة التفاهم لخارطة الطريق التي تم توقيعها بين وزارة النقل ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية لاستكمال التعاون في توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي